اشتركوا في القناة تقرير الدوري الذي يعده القسم عن الحالة السياسية وبعض القضايا المهمة في العراق والمنطقة تقريرنا اليوم يتضمن ملفين رئيسين وفيهما عدة محاور الملف الأول متعلق بالعراق وفيه محور المشهد السياسي ويتضمن استمرار المزايدات في مزاد انتخاب ما يسمى رئيس البرلمان في الحكومة الحالية والشد والجذب بين اقرار قانوني العفو العام وتعديل قانون الاحوال الشخصية وقضية التعداد السكاني اما المحور الثاني فسيكون عن المشهد الامني وحقوق الانسان وفيه استمرار مسلسل الاعدامات في العراق والافراج عن قاتل المتظاهرين في الناصرية عمر نزار والمماطلة في حسم قضية سرقة القرن وتأجيل المحاكمة لعدم حضور المتهم الاول نور زهير وملف النازحين وفشل الحكومة في انهائه قسريا اما الملف الثاني فيتعلق بالشأن العربي والاقليمي وفيه المحور الاول عن المشهد الفلسطيني وتطورات معركة طوفان الاقصى وفيه استشهاد اسماعيل هنية وتداعياته على القضية الفلسطينية واعتقال الشيخ عكرم صبري خطيب المسجد الاقصى المبارك وتصاعد اقتحامات المتطرفين والمستوطدين اما المحور الثاني فعن ايران ومحورها وفيه الرد الايراني على اغتيال اسماعيل هنية رحمه الله ومكاتب الحوثيين في العراق اما المحور الثالث فسيكون عن السودان والازمة الانسانية فيه تأتي هذه الندوة في توقيت مهم وحساس وسط صراع سياسي محتدم في العراق وحملات تسقيط وفساد وفضائح وكشف ملفات بين شركاء العملية السياسية ولتناول هذه المحاور والفقرات التفصيلية يتفضل مسؤول القسم السياسي الدكتور مثنى حارث الضاري ليوضح لنا الصورة الحقيقية لما يجري في العراق فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد والمدة من الزمن لاستعراض التقرير الدوري عن الحالة السياسية في العراق ومتعلقاتها تقريرنا كما تقدم في مقدمة الشيخ حامد تضمن قضايا عدة في ملفين رئيسين وكل ملف احتوى على عدة محاول فبالنسبة للملف الأول وهو الملف العراقي في المحور الأول الحديث عن المشهد السياسي ثم الحديث عن المشهد الأمني وحالة حقوق الإنسان في العراق في المشهد السياسي هناك عدة قضايا يعني كثرة حولها الجدل خلال الشهرين الماضيين بين مدة التقرير الدوري الماضي وهذا التقرير ولهذه القضايا هي ما أسمعناه في التقرير استمرار المزايدات في مزاد انتخاب ما يسمى رئيس مجلس النواب لأنه منذ ثمانية أشهر ومنصب رئيس مجلس النواب شهر وهذه الحالة ليست جديدة في العراق لم تمضي مدة من أو مرحلة من مراحل النظام السياسي في العراق إلا وكانت هناك مشكلة تتعلق بمجلس النواب ورئيس مجلس النواب وطالت هذه المدة من تسعة أشهر إلى الآن ثمانية وقد تضرب هذه المدة الرقم القياسي في هذه المرحلة وهنا نقطة مهمة بغض النظر عن مجلس النواب وكونوا حلقة من حلقات النظام السياسي الفاسد في العراق من القالب الأعواج الذي نسميه نصفه هكذا دائما في العراق وأن مجلس النواب هو الحلقة الأضعف في هذا النظام الذي يسمونه نظاما ديمقراطيا بينما المفروض تكون الحلقة الأقوى وإذا بها الحلقة التي دائما ما تستهدف والدليل على ذلك أنه موضوع رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية وإن كان المنصب فخري وشكلي ولكن لا يمكن أو لم نرى في مرحلة من المراحل أنهما تعرضا لما يتعرض له نجلس النواب والسبب واضح بالنسبة لنا وللجميع أولا سبب سياسي وهو عرقلت كثير من القرارات والقوانين أو تمرير بعض القرارات والقوانين التي يستفاد من خلال هذه الربكة في تمريرها من خلال نائب رئيس مجلس النواب الذي نشهده الآن أن هناك حالة استفادة كبيرة جدا من أركان النظام السياسي الطائفي والعرق في العراق في بقاء الحال على ما هو عليه واستمرار رئيس مجلس النواب في إدارة الأمور وتمرير كثير من القضايا أو التفاوض ومحاولة الوصول إلى حلول وسط في أشبه ما يكون بحالة مزاد سياسي تدفع فيه الأموال وإن فبعضهم ولكن تدفع الأموال كما اعتدنا دائما من أجل تغيير قناعات الناس والدليل على ذلك أنهم قد وضعوا مجلس النواب ووضعوا الحالة في العراق ووضعوا من يسمونهم أصحاب الاستحقاق في رئاسة مجلس النواب وهم السنة العرب السنة بين خيارين لا ثالثة لهم أما ترضون ببقاء نائب رئيس مجلس النواب يدير المجلس لصالح الإطار التنسيقي أو تقبلون بمرشح الإطار التنسيقي السني أقصد المرشح السني للإطار التنسيقي فهما بين خيارين لا ثالثة لهم وقد تأولي الأمور للخيار الثاني والأسية ما بعد أن تراجعت بعض القوى والأحزاب السنية العربية عن مواقفها وقبلت بمرشح الإطار وكل هذا يجري في إطار صفقات أخرى مصاحبة كالصفقة التي حصلت في كاركوك والصفقة التي تكاد أن تحصل في الموصل مثال كاركوك مثال واقعي حصل أثناء إعداد هذا التقرير وهي أن بعض ما يسمون أعضاء المكون العربي السني في كاركوك خرجوا عن إجماع السنة في كاركوك في مجلس المحافظة وأعطوا أصواتهم لشخص ما لأحد الأحزاب المتنفذة لكي يكون محافظا وللأسف كشفت الأمور بوضوح وصراحة وتبين أن المال المدفوح والرقم المدفوح يتراوح بين 6 إلى 8 ملايين دولار وهو ثمن بخص إذا ما قيس بأزمان هذا الوقت زمنهم بخص جدا وحدثت مشكلة داخل هذا المكون ما يسمونهم المكون العربي السني في كاركوك وامتدت هذه الأزمة إلى الموصل وهذا يظهر ضعف هؤلاء واستطاعة الأطراف الفاعلة في العملية السياسية استخدام واستعمال هؤلاء لأغراضها الخاصة وما زال المزادو مستمرا ولن تنتهي الأزمة وينبر لهذا الموضوع من خارج على أن هناك أزمة سياسية وأزمة دستورية وأن هناك مجلس نواب وكأن الأمور تجري وفق السياقات التي يسمونها الديمقراطية بشكل سليم بينما الواقع غير ذلك تماما الأمر الثاني فيما يتعلق المشهد السياسي هو استمرار الشد والجد بين إقرار قانوني العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية وكل هذين الأمرين متعلقين أيضا بموضوع رئيس مجلس النواب فموضوع قانون العفو العام تأخر إقراره وقد أفرغ من كل مضامينه الحقيقية التي تهدف إلى تحقيق المقاصد التي من أجلها أعد هذا القانون بل أن من ضمن المساومات التي تجري في موضوع رئاسة مجلس النواب هي الموافقة على قانون العفو العام كما هو الآن ليس بصغته الأولى والموافقة بينه وبين تعديل قانون الأحوال الشخصية والذهاب دائما إلى ما يسمى السلة الواحدة في إقرار القوانين ولعل من أبرز أسباب تأخير حل مشكلة رئيس مجلس النواب هو تمرير قانون العفو العام بالصيغة الضيقة التي تريدها الأحزاب المتنفذة من أجل لا ينطبق على غالب من أعد هذا القانون من أجل إفراج عنهم الذين يتهمون بتهم الإرهاب وفق كما نعرف جميعا قرارات ظالمة ومحاكم تستند إلى أدلة شهود غير صحيحة ووشايات المخبر السري والتعذيب وما يذاك مما سيأتي ذكره في ملف أو محور حقوق الإنسان فقط هنا أعلق على موضوع قانون الأحوال الشخصية لأن كثر الكلام عنه والجدل أبدا أن نوضح رأي الهيئة وقسم السياسي في هذا الموضوع فالتقرير يقول قانون الأحوال الشخصية المعمول به الآن في العراق وقرأ عام 59 وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي والصني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسال الأحوال الشخصية ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم هذه خضية جديدة في التشريع القانوني العراقي غير موجودة سابقاً وهي تفتح أبواب خطر كبير جداً وينص مشروع التعديل أيضاً على إلزام المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني للتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مساء الأحوال الشخصية تقديم إلى مجلس النواب هناك تعديلات يعني ما يتعلق منها بالتخويل الشرعي أو القانوني أو القضائي من ديواني الوقف الشيعي والسني لإبرام عقود الزواج تخويل قضائي لإبرام عقود الزواج خارج المحكمة هذه نقطة أيضاً يعني فيها من الحوضات عدة طبعاً هناك متخوفون كثر تحدثوا عن هذا الموضوع وطال الحديث فيه وذكرت كثير من قضائها رأينا في الهيئة يقول أن النظام السياسي في العراق القائم في العراق ومن رأي القوة الإرادات التي تسيره اتخذت قرارها بالانتقال من حالة الطائفية السياسية التي حاولت فيها فرض واقع مشوعة العراقيين إلى حالة تمكين الطائفية المجتمعية بوسائل وطرق عدة منها هذا القانون كثر الكلام أيضاً عن تفاصيل هذا القانون نحن نقول بأنه هذه التفاصيل تذكر بين المتناقشين والمتحاولين في وسائل الإعلام المشكلة ليست في هذه التفاصيل لأنه بما أنه أوكل المشرع إلى جهات معنية بوضع مدونة الوقف السني هنا والوقف الشيء هنا وهنا أيضاً بغض النظر عن صوابية هذا الإسناد أو دقة هذا الإسناد أو سلامة هذا الإسناد وهل سينجز العمل وفق الصيغة المناسبة أم لا ولكن ظاهراً هي جهات شرعية تمثل المفروض هكذا المذهبين السني والشيعي في العراق قد يكون الأولى متفق عليها لأنها مدعومة من المرجعيات لكن الجهة الثانية في الوسط السني غير متفق عليها لأنها جهة إدارية أقصد ديوان الوقف السني حتى مجلس الوقف أو المجلس العلمي أو الإفتاء فيه لا أرى ولا نرى أنه جدير بهذه المهمة وحده الأمر أكبر من ذلك يحتاج إلى أن تكون هذه المدونة تحت إشراف علماء العراق من مختلف الاتجاهات والخلفيات والمدارس العلمية لأن موضوع خطير يقتضي إجماعاً من هؤلاء على وضع مدونة قانونية ستسير حالة الناس في القضايا المجتمعية ومن هذه القضية الخطيرة لكن كثير من الكلام الذين أسمعوا يتحدث عن تفاصيل وهذه التفاصيل من وجهة نظر خاصة الآن أقول هي سابقة لأوانا ما لم توضع المدونة وتعلن حين ذاك يمكن الحديث عن تفاصيل هذه المدونة وهل هو متفق مع حكام التشريع ومقاصده وروحه وما إلى ذلك أما استباق هذا الأمر بالحديث عنه وأعتقد هو محاولة لإبعاد النظر عن المشكلة الحقيقية وهي التمكيل للبعد الطائفي من خلال التشريع القانوني في العراق لأول مرة وقسمة المجتمع العراقي إلى قسمين قانونياً بعد أن قسموه سياسياً النقطة الثانية أنه لأول مرة في العراق يفسح المجال لجهات غير متفقة على مرجعيتها الدينية لوضع تشريع قانوني تلزم به جميع أفراد هذا البلد بغض النظر عن انقسامه إلى مدونة شعية وسنية وهذا سيفتح الباب لمخاطر أكبر من ذلك للتجاوز على الحلقة الأضعف عند التطبيق ودائماً تكون الحلقة الأضعف هي الحلقة السنية في ظل النظام السياسي القامل فمخاطر التشريع من هذه الناحية أو مخاطر هذا القانون من هذه الناحية العامة والمنهجية أخطر من التفاصيل التي يناقشها الكثيرون ويلتفتون عن المخاطر الرئيسة في هذا التشريع التشريع هذا أو القانون هذا يسعى لإقرار حالة جديدة قانونياً وتشريعياً واجتماعياً وكل هذه الجوانب لها مردود فكري لأول مرة في العراق هنا مكمن خطر تعديل قانون الأحوال الشخصية ثم قضية التعداد السكاني بالتوازي مع كل ما يجري في العراق ومع الحالة السياسية المضطربة والحالة الأمنية المضطربة وحملات الإعدام المستمرة يعلن عن أنه سيعمد إلى إجراء تعداد سكاني بتاريخ 2011-2024 التعداد السكاني مطلب مهم ولكن على أساس سيجري هذا التعداد وفق أي صيغة ومن سيقوم به وهل ستحترم هذه المتائج والأرقام التي ستظهر أم ستمتد لها أيضاً اليد السياسية ببعديها الطائفي والعرقي لتغيير أرقام معينة أو وقائع معينة أو حقائق معينة ثم هل التعداد السكاني يحقق الآن كل الأهداف المطلوبة من التعدادات عادة أن التعدادات ليست مجرد أرقام وإنما هي مفتاح لخطة تنموية في الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي والاقتصادي وفضلاً عن الجوانب الخدمية كل هذه قاعدة كبيرة جداً منظومة متكاملة لكل تعداد أما الاكتفاء بعد الناس ومن ثم إعلان نتائج بناء على رؤى وقناعات معينة وأيضاً موضوع الخلاف حول الفقرة التي تتعلق بعدم ذكر المذهب وما إلى ذلك والجدل حوله كثير جداً لم يحسم على الجانب السياسي فما بالك بإجراء إداري وهل هنا قدرة فعلاً لما تسمى الدولة العراقية الآن على إجراء هكذا مهمة خطيرة وحساسة في ظل الظروف القائمة مجرد أسئلة واستفامات نطرحها في هذا الصدد إن السجال المستمر يقول التقرير وبقاء ملف التعداد السكان يترنح في ممار الصراع السياسي ولا سيما ما يتعلق بعدد المقاعد البرلمانية وتوزيعها ومقدار حصص المحافظات من الموازنة يعطي انطباعاً عن غايات ومقاصد النظام السياسي من وراء تقديم مقترح إجراء التعداد هذه الكلمة الفصل فيما نراه فيما يتعلق بالتعداد السكان إذا انتقلنا إلى المحور الثاني وهو المشهد الأمني وحقوق الإنسان فأول فقرة فيه استمرار مسلسل الإعدامات في العراق وإصرار الحكومة على إزهاق أرواح المعتقلين بواسط حملات الإعدام الجماعية وطالما تحدثنا هنا في هذا المكان ومن خلال تقارير وبيانات وتصريحات صحفية عدة عن هذا الموضوع وما زلنا في الهيئة تعاون بين الأقسام المعنية بهذا الجانب ولا سيما القسم السياسي وقسم حقوق الإنسان نواصل مهامنا في هذا الجانب في التواصل مع كل الجهات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل التعريف بخطورة هذه القضية وحاولة الحد منها وللأسف هي مستمرة قبل يومين أو ثلاثة سمعتم عن إعدام وجبة جديدة تقرب من ثلاثين معتقل في سجن الناصرية طبعا هذه الإعدامات أو هذه الحملات يعني يكاد يكون تكرارا نقول أنها انتقامية ولا تقوم على إجراءات وطرق سليمة وأنها تتنافى مع كل القواعد القانونية والإنسانية ليس بشهادتنا فقط وإنما بشهادات المنظمات الدولية والإقليمية التي وثقت حالات كثيرة جدا من ذلك وضعا عن ذلك ملف المعتقلين في العراق والتنبيه على تداعياته والشغل الشاغل للهيئة التي أعلنت قبل مدة عن إطلاق حملة وطنية أو دعت إلى إطلاق حملة وطنية من خلال لجنة وطنية للدفاع عن المعتقلين على الرغم من كل ذلك ما زالت هذه السلطات تصر على مواصلة هذا الموضوع بل وصلنا للأسف إلى تحدي خطير وهو أنه بعض الجهات الحكومية تساوم ما يسمون النواب العرب السنة في موضوع الإعدامات فيما يتعلق بقانون العفو العام بمعنى أنه ممكن أن نقوم ببعض الإجراءات مقابل الموافقة على قانون العفو العام بالصيغة التي تريد هذه الجهات المتنفذة والأحزاب المحكمة وهذه نقطة خطيرة جدا زد على ذلك أن هناك تصريحات لنواب في مجلس النواب وغيرهم المسؤولين بكل صراحة وكل وضوح يقولون وأحدهم ننقل الناس كما قال أنه تحدث عن جهود بذلها من أجل الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام منتقدا مساعد التأخير والإيقاف ومتخدا من انتهامات الفضفاضة والأحكام الجائرة التي تصدرها المحاكمة عنها غير قانوني وسيلة لجعل الأوهان قناعات يمتطيها للحصول على مكاسب سياسية ومغانم طائفية وكلكم يعلم أن هناك جبهة قوية جدا ضد تطبيق قانون العفو العام بصورته بواقعه الذي أعده وليس بالصورة الآن التي أفرغت أو أفرغ من محتوى في هذا السياق أيضا لاحظوا التناقضات حملات إعدام جماعية لمهتهمين لمعتقلين لم تثبت كثير من أدلة في حقهم أو نجت اعترافات غير صحيحة وتعاد محاكماتهم وتثبت هذه الأحكام عليهم بينما شخص قتل المتظاهرين ويعترف ويتفاخر بأنه فعل هذا الشيء يطلق صراحه وهو عمر نزار كما تعرف ومن أين جاء القرار؟ نجي القرار طبعا من رئيس المحكمة التمييز الاتحادية ورئيس مجلس القضاء لعلى فايق زيدان بكتاب رسمي انتشر الأيام الماضية ورأيتم لعدم كفاية الأذلة لو كان هناك تبرير آخر تنازل أولياء المقتولين مثلا عن دماؤهم أو أن هناك حسابات سياسية أو يتركون الموضوع بناء على صفقة سياسية ما أو عقوبة مخففة تحول من كذا إلى كذا لعدم كفاية الأذلة وكان الدماء التي سالت وعائلات هؤلاء المقتولين وهم من أهل الناصرية لو كان الأمر مثلا في الأنبارة وفي الموصل أو في مغداد أو في صراح الدين وفي ديالة لكان ممكن أن ينظر الموضوع بنظرة طائفية وغير ولكن أن يكون القتلى من أهل الناصرية ومع ذلك يطلق صراح هذا القاتل بمعنى أن هناك حتى في المحافظات الجنوبية هناك أحزاب تزايد على دماء أبناء هذه المحافظات على خلاف ما هو مدعى ومعلان في هذا السياق يحسن موضوع عمر نزار ولكن في سياق آخر في قضيتهم العراقيين جميعا وهي المعروفة بسرقة القرن يماطل في اتخاذ القرار وتأجيل المحكمة لحين حضور المتهم كيف يحضر المتهم وهو خارج البلاد ثم ظهوره الأخير هذا المتهم ظهوره الأخير في إحدى وسائل الإعلام والحديث والتهديدات بصوت عالي جدا وردود الأفعال المتشنجة أيضا من بعض الأحزاب السياسية وأفراد ويدل على أن هناك مشكلة كبيرة جدا وأنه بدأت خيوط أو بوادر انكشاف هذه الفضيحة وبيان وظهور الجهات المشتركة فيها من الأحزاب الحاكمة قد بدأت تضار وهنا يأتي حادث الأمس سواء كان حقيقيا أو غير حقيقي موضوع محاولة اغتيال نور زهيرة أو حادث الاصطدام الذي يقال أنه محاولة الإسكات أو غيرها وطرف آخر يقول هي عملية غير صحيحة وأنه نوع من الفبركة من أجل الأهداف معينة بغض النظر عن كون فبركة أو محاولة اغتيال صحيح إن كانت محاولة اغتيال محاولة إسكات وإن كانت فبركة محاولة للتصعيد ضد بعض الأطراف الموجودة في الساحة السياسية وكل هذا يجري وهو معلوم أنه في لبنان ولا تقوم ما تسمى الحكومة العراقية ولا تجر على استقدامه من لبنان إن هي أرادت ذلك كما استقدمت الكثيرين من لبنان وغير لبنان والمشكلة أنه يظهر علنا ويتحدث ويتنقل وغيرها حتى الصبطات اللبنانية لا تتخذ أي إجراءات لأنها لا تقوى على اتخاذ أي إجراءة بحقه لأنه منظومة الفساد الكبيرة التي نتجت عنها هذه السرقة بأحدها سرقات كثيرة جداً محمية من أطراف عراقية محروفة وأطراف إقليمية محروفة لها نفوذ كبير في لبنان بعد ذلك ننتقل إلى ملف النازحين طالما تحدثنا عن ملف النازحين وكيف أن الحكومة أعلنت عدة مرات عن مواعيد لإنهاء هذه المشكلة وإغلاق طبعاً إنهاء ليس بالطريقة المتفق عليها الطريقة التي ترجع الناس إلى ماكنهم إلى منازلهم إلى مدنهم وقراهم وتعوضهم عما جرى خلال السنوات الماضية أو بالتراضي وإنما الإنهاء القسري ويغلق المخيمات بحجة عدم أو انتفاء الحاجة لها لرغم أن فيها كثيراً من الناس وهذا يجري في محافظات الشمال تحديداً الآن الحكومة بعد أن أعلنت أنه شهر تموز راح يكون هو الحاسم في هذا الموضوع تراجعت بعد نشوب خلافات بينه وبين الحكومة المحلية في كودستان العراق وهذا دليل على أنه ليست قادرة وإن كانت إعلانات كثيرة وأنها لا تملك من أمرها شيئاً وأنه صراع بين السلطات هنا وهناك والنتيجة هي تقع لرأس من؟ على رأس النازحين الذين لا يعرفون هل ستنهى هذه المعاناة بالطريقة التي يريدون أم سبقون في هذه المخيمات وإذا بقوا في هذه المخيمات هل سيتمتعون بالخدمات التي كانت تعطى لهم سابقاً من المنظمات الإقليمية والدولية والمحلية وما إلى ذلك أم لا فالمشكلة مستمرة والمعاناة مستمرة أيضاً للنازحين وهذه إحدى صور معاناة النازحين في العراق اللي صار لهم عشر سنوات وهم في الخياط طبعاً تفصيلات كثيرة أعطتها أو أعطاها التقرير حتى ما يتعلق منها بالجوانب المالية والفساد فيها وما إلى ذلك نعرض عن ذكرها الآن وإن شاء تقرؤونها مبصلة في التقرير فقط مثال محافظة إدهوك على سبيل المثال تضمع 20 مخيماً خمسة منها اللاجئين السوريين و 15 النازحين العراقية وعدد سكان تلك المخيمات يبلغ 25 ألف و 600 عائلة بينما منهم خارج المخيمات يتجاوز عددهم 37 ألف عائلة ذول اللي نازحين لكن خارج المخيمات وتزعم الحكومة في بغداد أنها حددت مبالغ مالية من أجل العودة القسرية للنازحين داخل المخيمات فقط وتقول أن الساكنين خارجها ذو حالات مادية أفضل من سكان المخيمات بينما هم مجبرون على السكن والإيجار في محافظة إدهوك وغيراً من المحافظات العراقية يدفعون أموال طائلة بهذا فإذا التفرق أساساً بين نازح ساكن في المدينة ونازح ساكن في المقيم هي غير قائمة على أساس سبيب وعلى غير أساس صحيح وأمثلة أخرى كثيرة جداً سبق لنا في الهيئة أن أكدنا على أن أقدام الحكومة على هذا الفعل المدار المستنكر يتصادم مبادئ حقوق الإنسان وقلنا أن الحكومة تتمادى في انتهاء مبدأ عدم الإعادة القسرية وفق القانون الدولي واتفاقية المتحدة لمناغضة التعديم ولا سيما أن توثيقات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أظهرت قيام سلطات النظام في سوريا بجرائم احتجاز واختطاف وتعديب وقتل اللاجئين السوريين هذه الفقرة من التقرير التي تتحدث عن النازحين السوريين في العراق وقد سبق لها أن أصدرت بياناً بهذا الشيء ننتقل الآن إلى الملف العربي والإقليمي والملف العربي والإقليمي فيه المحور الأول عن المشهد الفلسطيني وتطورات معركة طوفان الأقصى وأول نقطة في هذا المشهد هي استشهاد إسماعيل هنية رحمه الله عليه وتداعياتي على القضية الفلسطينية واستمرار حرب الإبادة على غزة لما يقرب من أحد عشر شهراً على التوالي سنقرب من السنة الكاملة ثم جاءت جريمة الاغتيال لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد بإذن الله إسماعيل هنية التي تثبت مرة أخرى على رهان الاحتلال الفاشل في تحقيق أهداف والأرض بدلت كان الصيواني كما تعرفون باللجوء إلى استهداف قادة حركة حماس قادة الجهاد الفلسطيني من مختلف الفصائل ولا سيما القيادات السياسية في مسعى لتعكير أجواء التفاوض من أجل وصول إلى هدنة موقعة أو هدنة دائمة طبعاً هذا القتل صارت لتداعيات كثيرة جداً تداعيات سلبية وتداعيات إيجابية من التداعيات نترك لتداعيات السلبية وهي كثيرة من التداعيات الإيجابية هي استمرار حالة المقاومة استمرار حركة حماس وحركة الجهاد والفصائل الأخرى في تصديع الاحتلال الصيواني واستمراره في معركة طوفان نقص على الرغم من غياب هؤلاء القادة المؤثرين والكبار في الحركة هذا دليل على أنه حركات الجهادية والمقاومة في العالم أجمع لا تتوقف على فقدان القادة بل قد يكون فقدان القادة أحياناً هو سبيل من سبل استمرار هذه المقاومة واشتداد هذه المقاومة الخسارة كبيرة نعم ولكن من سلك هذا الطريق يعلم أن الشهادة هي إحدى مخرجات هذا الطريق رحم الله اسماعي الهنية وإخوان الشهداء من حماس والجهاد وباقي الفصائل المقاومة في فلسطين ولعل الفصائل الفلسطينية بعملياتها المشتركة كانت ترد بطريقة أخرى على الكيان الصهيوني بهذا العمل أما التأثير على المفاوضات فنعتقد بأنه قد يكون الكيان الصهيوني قد يكون الكيان الصهيوني وصل إلى طريق مزدود في هذا الموضوع لأنه قد يكون التفاوض مع حركة حماس بوجود اسماعي الهنية أهوان أو قد يصل إلى نتائج إيجابية بعد غيابه لكن قد يكون هذا هو مراد الكيان الصهيوني وعدم الوصول إلى نقاط أو نهاية إيجابية قد يكون هذا يعني حد الوسط في هذا الصعيد أيضا أقدمت سلطات الاحتلال على اقتحام منزل الشيخ عكرم وصدري لجلالة قدره ومكانته المحروفة وعلمه وفضله وكم يخطيب المسجد الأقصى المبارك التاريخي اعتقلته السبب وطبعا أو طبقت في حقه العقوبة الإدارية المعروفة وهي الإقامة القصرية والجبارية لمدة ستة أشهر على خلفية ماذا؟ خطبة جمعة نعا فيها رئيس حركة رئيس المكتب السياسي حركة المقامة الإسلامية إسماعيل مجرد أنها أصبح الآن هدفا لعقوبات وهذه العقوبات لم تطل الشيخ عكرم وصدري فقط وإنما طالت آخرين ولكن هي العقوبة الأبرز وطبعا لا يخفى هذا الانتهاك هذا الإجراء وكون الانتهاك لمتعدد الأشكال والصور كما يقول التقرير لحرية التعبير وحقوق الإنسان وتقييد حرية الشخص من رموز الأم المسلمة ولكن هذا هو دائب الكيان الصهيوني ولا تلاحظون أنه في طوفان الأقصى اتبعت السلطات الصهيونية أقصى الإجراءات وأشد العقوبات وتكميم الأفواه فيما يتعلق بدعم ماركة طوفان الأقصى بخلاف المعارك السابقة التي كانت الصوت فيها عالي في الضفة في فلسطين المحتلة سنة 48 ولكن القوانين الجائرة والإجراءات والعقوبات ومحاولات الاستهداف والاغتيال لتكميم الأفواه أضعفت من هذا الزخم الإعلامي وهذا هو هدف الكيان إذا منتقنا إلى المحور الثاني في هذا الملف وهو إيران ومحورها نجد في النقطة الأولى الرد الإيراني على اغتيال هنية يقول التقرير قد فتح ملف اغتيال القائد إسماعيل هنية الحديث مجدداً عن إيران ومحورها وأثرهما في قضايا الأمة وعلى وجه الدقة في الحديث عن ما يتعلق بالرد الإيراني على جريمة اغتيال هنية ولسيما أن الحادثة وقعت على أراضيها ودخلت طهران في دوائر الاتهام إما من ناحية التقصير في حماية ضيفها أو من ناحية التواطئة في اغتيال بغية الحصول على مكاسب سياسية لا يدرك الكثير من من يقدع بمواقف طهران المعلنة حقائقها واختلفت الأراضي شأن إيران وسياساتها في المنطقة ولكن العبارة الفصل كما نقول في التقرير من جهة نظرنا في هيئة أولمان وسلمين فإن الرد الإيراني إن حصل إن حصل يعني الآن نحن في مرحلة انتظار الرد والناس هناك ناس تنتظر فعلا وهناك ناس تنتظر عدم الرد نقول في الهيئة الرد الإيراني وأقول مرة ثانية إن حصل فإنه لن يتعدى أن يكون لحفظ ماء الوجه فقط دون تأثير على الساحة السياسية في المنطقة أو الميدانية في فلسطين مثل ما حصل من رد فعل مثل فضيحة حقيقية لما يسمى محور المقاومة بعد استهداف القنصرية الإيرانية في دمشق في نيسان الماضي إن الأصل من وجهة نظرنا في تقييم المشهد أن من يدعي قيادة محور المقاومة والانخراط في ما يسمى وحدة الساحات أن لا يتعاطى مع الأحداث بناء على رد مخصوص على عملية معينة لأن المعركة مفتوحة منذ السابع من تشرين الأول ومضى ما يقرب الآن من أحد عشر شهرا ولا يتحرك هذا المحور على نحو عملي ومعتبر خارج عن دائرة التصريحات والهجات المنمقة والتصعيدات الإعلامية والمشاغبات في سياق قواعد الاشتباب فإن التوعد بالرد أو القيام به ليست لهما قيمة فهما إن يكون في سياق الاستهلاك الرخيص الذي لا يؤثر إلا في ذوي العواطف السادجة أو في أصحاب المكاسب السياسية ذات المصالح الخاصة أو أنه مجرد إلهاء للرأي العام تقتضيه المرحلة بأن يؤدي هذا المحور دوراً في المشهد لا يستطيع تجاوزه بحكم تخادمه مع الاحتلال الأمريكي والصهيوني أو تبعيته وهنا نقطة على رأس السطر خارج التقرير المتداول داخل الأوساط الفلسطينية أن ما يسمى المرجع الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنعي قد أبلغ الفلسطينيين في مرحلة منذ أشهر بأن إيران ستدخل في المعركة في التوقيت المناسب وأنها ستتولى دعم هذه المعركة مالية ثم بعد ذلك أخبر علي خامنعي مرة ثانية وهذا هو الجواب النهائي وغير المعلن ولكنه متداول ومعروف كما قلتكم في الأوساط الفلسطينية وعلى الأقل الأوساط الإسلامية الفلسطينية بأن علي خامنعي أبلغ الفلسطينيين بأنه سيترك شرف النصر لهم في طوفان الأقصى وحدهم لا يريد أن يشاركهم فهذا طبعا تواضح منه ما يريد أن يأخذ حصة من هذا النصر فسيدعهم لينالوا شرف هذا النصر وحدهم ننتقل إلى النقطة الثانية في هذا المحور وهي مكاتب الحوثيين في العراق الحوثيون في العراق منذ مدة من سنوات ولهم مكاتب وقواعد وتدريب وجسف الصخر تشهد ولعل أحد قياداتهم العسكريين الكبار قتل في القصف الأخير لجرف الصخر بعد مقتل هنية رحمه الله بيوم واحد تعلمون جرى قصف لجرف الصخر قتل والغريب أن من أعلن عن مقتله السلطات الحكومية في العراق ولم يعلن عنه الحوثيون في إيمان هو برتبة عالية وخبيرة في موضوع تصنيع الطائرات المسيرة فإذن وجودهم قديم الجديد هو الكشف عن مكاتبهم الفخمة والمخصصات الكبيرة التي تعطى لهم في منطقة الجادرية على حساب الشعب العراقي ودول كثيرة لها مواقف معروفة من الحوثيين وتعاني من ويلات الحوثيين لا تعلم أو تعلم بهذا الأمر المهم أنه الأحزاب والميليشيات التابعة للإطار التنسيقي هي من تقوم بكفالة هؤلاء سكناً وتدريباً وأمناً وسلاحاً ومأكلاً ومشرباً وبأرقام ضخمة لا تتناسب حتى مع احتياجات المكاتب المعتادة في هكذا السياق فضلاً عن ذلك بدأت شعارات الحوثيين ترفع في شوارع بغداد الموت لأمريكا في شوارع بغداد المحتلة أمريكياً وإيرانياً ولا تستهدف هذه الشعارات ولا تستهدف الحالة السياسية ولاحظوا حتى الضربة الأمريكية جاء ضربة استباقية ووقائية لفعل عسكري معين لحالة تدريب ما لضابط من الحوثيين في جرفة الصخرة ولا نسمع حديثاً في وسائل الإعلام الأمريكية وغيراً عن هذه العلاقة السياسية لماذا؟ لأنه مرضي عنها سياسياً في سياق الحالة العامة كما هو مرضي عن التوافق الحاصل في اليمن ومسكوت عنه دولياً وأقليمياً إذا انتقلنا الآن إلى المحور الثالث في الملف العربي والأقليمي فهو محور مؤلم حقيق هو السودان والأزمة الإنسانية في ظل كل ما نعانيه ولعل لكم في ندوة سابقة ولعلنا تحدثنا عن موضوع السودان ما أجري في السودان لا يمكن أن يوصف بيأي وصف من الأصغر لا مأساة ولا نكبة ولا كالثة الأمر أكبر ولكن إن شغلنا عنه بقضايا كثيرة حرب مدمرة مستمرة منذ ما يقرب من خمسمائة يوم يعني يوم سبع عشرين في هذا الشهر صحي خمسمائة يوم تماماً يواجه السودان فيها أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العرب تمتد معاناة الملايين النازحين المشردين لما هو شد وقعاً من المأساة وأكبر ومدى المئة الكارثة الجوع الحاد والأمراض المفضية للموت بعدما خلفت هذه الحرب منذ نشوبها في نيسان 2023 وحتى اليوم أكثر من ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة قتيل طبعاً هذا المحصى والمعتن الرقم أكبر من ذلك وما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين ألفاً من المصابين فضلاً عن نزوح عشرة ملايين أكبر حالة نزوح في العالم وسبعمائة ألف شخص داخل السودان وعبور مليونين وثلاثمائة ألف شخص الحدود باتجاه الدول المجاورة أكبر عملية نزوح يشهدها العالم كما قلنا حالياً ولا رغم تحذيرات المتحدة المستمرة وأن هناك نقطة نهيار كارثي ولكن يبدو أنه لا أحد يلتفت إلى المشكلة في السودان الشعب السوداني طبعاً 46 مليون نسمة يعيشون في أتون الفوضى والكوارث تطاردهم ثلاثية الموت والمرض والجوع ولا أمل في المستقبل ولا ضوق ما يقولون في آخر النفق هذه المصائب لم تقف عند هذا الحد وقد أدى تدمير المنية التحتية للطاقة والمياه والصرف الصحي في مناطق الصراع إلى زيادة خطر الإصابة للأمراض وأسأل في خطر المجاعة وانتشرت الأمراض المعدة والفيروسات بين الناس والأسيما في هذه المرحلة مرحلة الأمطار في السودان في الكوليرا موجودة في هذه السحاية وحمد ضنك وفاقما ذلك الاتباع وطيلة الأزمة الإنسانية بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات اشتاحت 13 ولاية منها جمعة 18 ولاية السودانية في غضون شهرين وأثرت على الحياة 143 ألف شخص أما موضوع التعليم والصحة فحدث ولا حرج ومع ذلك ما تزال هذه القضية مغيبة على المستويات كافة الإقليمية والدولية فضلا عن الجماعيرية والشعبية حديثنا عنها من باب أداء الواجب والتنبيه على خطر هذه الأزمة وأنه لا ينبغي لنا في هيئة ولا نسلمين في تقريرنا السياسي عن الحالة في العراق أن نغفر الحالات الأخرى المؤلمة في المنطقة العربية والإقليمية ولا سيما ما يجري الآن في السودانية هذه إخواني هي فقرات هذا التقرير وهو تقرير طويل جدا حاولت أن أقرأ النقاط الرئيسة منه وستطالعون عليه إن شاء الله من خلال وسائل إعلام الهيئة بارك الله فيكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق على هذا العرض الوافي الذي صلط فيه الضوء على محاور التقرير السياسي الدوري للقسم ونقاطه المهمة التي وضحت بشكل مفصل ما يجري في العراق وبعض قضايا الأمة في ختام ندوتنا لا يسعنا إلا أن نشكر حضوركم وحسن استماعكم وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم